طبعاً ما فيش عظمة بعد كده يا جمال يوم الأمر البيب طبعاً من ألحان الموسيقار العبقاري العظيم المجدد في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية صانع النجوم الموسيقار الكبير محمد الموجي النهاردة احنا بنوحي مع حضراتكو ذكرى ميلاده على مدار الحلقة طبعاً هيكون معنا مقاطع من الأغاني اللي هو قام بتلحينها لكبار المغنيين تعمل مع كل المطربين تقريباً يعني هو واحد من أبرز الملاحنين في مصر والوطن العربي يليه إسهامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية وقدم أعمال مهمة جداً مع عدد كبير من المطربين يا جمال طبعاً كانت أول أعماله وغنية صفيني مرة لعندريب عبد الحليم حافظ وأعمال تانية كتير جداً بعدها كمان لحن لأم كلثوم وغنية إسأل روحك والصبر حدود أما كمان المطربة نجات عيون القلب من أحلى أغاني نجات وغير بقى كده أغاني كتير أكتر من 1500 لحن خليناً نروح لحضراتكم ونشوف هذا التقرير عن الملاحن الكبير محمد الموجي نعرف المحطات الفنية في حياة الموسيقار محمد الموجي ونرجع لحضراتكم على طول قلبي خلي ليبان علي ويشوف حبيبي دموع عيني تحل اليوم ذكر ميلاد الموسيقار محمد الموجي الذي يعد من أبرز الملحنين في مصر والوطن العربي له إسامات فنية بارزة في تاريخ الأغنية حيث تميز بحرصه الدائم على التجديد في الموسيقى مما جعل أغاني تعيش معنا حتى وقتنا الحاضر ولد محمد الموجي في الرابع من مارس عام 1923 بمحافظة كفر الشيخ وحصل على دبلوم الزراع عام 1944 ثم عمل في عدة وظائف قبل أن يتجه إلى عالم الفن مدفوعا بحبه الشديد للموسيقى والغناء ليبرز اسمه بشدة في مجال التلحين أنا ما حدش علم من عود باعتبار أن العود كان موجود في البيت دايما فكت أسترق بعض الوقت وأمسك العود كده بأيدي كده أحاول وكان العود ما ينزبطسي فخلي والدي بالليل يزبط العود ويخليه أو ما يجيب الألم الكوبيا وعشقات الأوطار بتنزل فلازم يجدها تاني كانت أول أعماله أغنية صفيني مرة التي غناها عبد الحليم حافظ وقدم مع العندليب 48 لحنا تعاون الموجي مع العديد من كبار ورموز الأغنية في مصر والوطن العربي ليسجل في تاريخه أعمال مع كوكب الشرق أم كلثوم ومنها اسأل روحك وللصبر حدود كما تعاون مع المطربة نجات في أغاني منها عيون الألب وحبيبي لولا السهر وإيه هو ده التقى محمد الموجي مع المطربة وردة في أغنيتها الشهيرة أجدب عليك وأيضا أهلا يا حب ويا قلبي يا عصفور ليلتقي كذلك بالمطربة صباح في أغنيتها الشهيرة الخفيفة الراجل ده يجنني والغاوي وأغنيتها الوطنية سلمولي على مصر كما تعاون مع فيزة أحمد فيه يم الأمر على الباب ويتمر حنا خلال مسيرته الفنية حصل الموجي على تكريم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965 وعلى وسام العلم ووسام الاستحقاق من الرئيس الراحل السادات عام 1976 بالإضافة إلى حصوله على شهادات تقدير من الرئيس الراحل حسني مبارك وعلى أوسمة وانا ياشين من أغلب ملوك ورؤساء الدول العربية توفي الموسيقار محمد الموجي يوم الأول من يوليو عام 1995 بعد أن ترك إرثاً فنياً ضخماً من الألحان الخالدة